توم وجيري، الثنائي الشهير الذي أسعد ملايين الأطفال حول العالم لعقود من الزمن يعد من أكثر الأعمال الكرتونية شهرة وتأثيراً في تاريخ الرسوم المتحركة منذ ظهورهما الأول في عام 1940 قدم لنا هذا الثنائي لحظات لا تنسى من المطاردات والمغامرات الكوميدية ولكن انتشرت شائعات وأقاويل حول نهاية مظلمة ومفاجئة للسلسلة حيث يقال إن توم وجيري قرراء الانتحار في الحلقة الأخيرة من المسلسل فهل هذه الشائعات حقيقة أم مجرد خيال؟ تعود هذه الشائعة إلى حلقة معينة من توم وجيري تحمل عنوان بلو كات بلوز التي تم عرضها لأول مرة في عام 1956 في هذه الحلقة يعاني توم من إحباط عاطفي شديد بعد أن فقد حبيبته القطة البيضاء لصالح قط آخر ثري جيري من جانبه يظهر وهو يشعر بالشفقة على صديقه توم تنتهي الحلقة بمشهد يجلس فيه توم على مسارات السكة الحديدية في إشارة إلى أنه ينتظر القطار لإنهاء حياته هذا المشهد بالرغم من كونه مؤثرا وحزينا إلا أنه لم يكن النهاية الفعلية للسلسلة بل كانت هناك العديد من الحلقات التي تم إنتاجها بعد بلو كات بلوز مما يعني أن توم وجيري لم ينتهي بهذا الشكل المأساوي يمكن اعتبار هذه الحلقة جزءا من تلك الفترة الزمنية التي كانت تتسم بإنتاج حلقات ذات طابع أكثر جدية وأقل كوميدية ومع ذلك ينبغي أن نتذكر أن توم وجيري في نهاية المطاف مجرد شخصيات كرتونية إن استخدام موضوعات مثل الإحباط العاطفي في الرسوم المتحركة لم يكن شائعا وربما كانت هذه الحلقة محاولة لتقديم قصة أكثر تعقيدا من المعتاد على الرغم من ذلك لا ينبغي أن نأخذ مثل هذه الحلقات بجدية مفرطة فقد كانت الرسوم المتحركة في تلك الفترة تميل أحيانا إلى تقديم مشاهد تتضمن عنفا كرتونيا أو مواقف مأساوية لكنها كانت تعرض في إطار كوميدي وساخر بعيدا عن الواقع الحقيقي في النهاية يمكننا القول إن توم وجيري لم ينتهيا بالانتحار هذه الشائعة التي انتشرت حول الحلقة الأخيرة ليست سوى تفسير خاطئ لحلقة بلو كات بلوز توم وجيري استمر في الظهور في العديد من الحلقات والأفلام بعد ذلك مما يؤكد أن هذه الشخصيات الكرتونية المحبوبة ستظل دائما جزءا من ذكرياتنا الطفولية الجميلة يبقى توم وجيري رمزا للضحك والمغامرة وسواء كانا يتشاجران أو يتعاونان فإنهما يقدمان لنا دائما درسا في الصداقة والتسامح رغم كل شيء